موسيقى 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 بسيقى موسيقى كنا قادرين أنا وصحابي مؤسسين كمان نتشاور ومشو ممكن نعمل بحياتنا ممكن نضيف اشي شديد بحياتنا نعمال جولات مشي شوفنا ايش مستاهلك كمانا على السكليتات، شاهدنا ما مستاهلك فحكينا عن طريق المزعى عن الحمير ففعلا ضحكنا شوعدنا حكينا اه فعلا حمير وسيلة ناقل تقليدية والكل كان يستعملها ايام زمان ففرص نخلي الناس اللي حياتها ما ركبت حمير واجهاتها ركبت انه ترجع تركب من اول و جديد فمنهم طلعت الفقرة وبلشنا فيها عرض الواقع مباشرة حاليا المساري المشغل فيه حاليا يمكن يتغير اليوم صار سكت الحجاز الوثمانية اللي اتأسست تقريبا من بداية القرن الماضي 1908 إلى 1914 اللي كانت توصل مدينة منولة دمشق لفلسطين فهذا الطريق اللي اعتمدناها كمبدائيا ونحكي للناس عن سكت الحجاز نحكي للناس عن مخططة الوقوف المسعودية نحكي للناس عن الاحتلال الصار المسعودية بالفترات السابقة فدمجنا انه من السياحة للمتعة لجولات الحمير من المتعة البضائية الإسرائيلية بحيث ان احنا مننبي على الناس انه نجيهم مع الجولة انه محداش يتعامل مع اي بضايا إسرائيلي بالجولة ونحنا نفسنا مستحيل نتعامل مع البضايا الإسرائيلية بالعكس منحاول نجيب كل منتجات وطنية هم تحديث المناطق البحكي بركز على المناطق الأثرية السياحية الموجودة في سباستيا تمام؟ حسا نحاول نركز على المناطق الأثرية لكي نجذب أكثر عدد من السياح في سباستيا كطريقة جديدة، كأسلوب جديد، كلامات حياة جديدة، كفكرة ريادي جديدة دخلت على سباستيا أو فكرة شبابية. شفناها على النت وعجبتنا الفكرة أنه بتشجع الناس يشوفوا أثار فلسطين والمعالم التاريخية. ونعيشة الأجواء الحلوة وخصوصا في جو الربيع ويوم جو حديو.